اهلا ممكن اشرح لي هيبقى ماجدى وبنتها في خطر كبير بعد ما اكله من ماك ورد فعلا غير متوقع من زوجها الفنان محمد محسن وليه الفنانة هيبقى ماجدى عايشة في حالة اكتئاب بقالها فترة انتظروني هنجبلكم حقيقة ما اسير من ساعتها جماعة انتشر خبر صادم بخصوص تعرض الفنانة هيبقى ماجدى وبنتها لوعقة صحية والصادم اكتر هو السبب في تعرضهم للوعقة الصحية دي اتفاجئ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور نشرته اهبا ماجدى على حسابها الرسمي انستجرام كان في صورة ليها هي وبنتها في المستشفى متعلق لهم محليل كتبت اهبا على الصورة يا جماعة محدش ياكل من ماك خصوصا فرع التجمع اللي جنب مدارس نارمر والكاربيتل انا ودهب كان نبارح منه واحنا لسه خارجي من المستشفى الحمد لله على كل شيء وبمجرد انتشار بوسط بتاع اهبا ماجدى تفاعل الجمهور بشكل كبير مع البوسط وبدأ الكل يحذر بعضه وحذر آآ قريبه من الاكل بره البيت وخصوصا من مطاعم ماك والسبب ان جودة الاكل اللي ممكن تسبب امراض خطيرة وتعرض الناس للتسامهم زي ما حصل هيبا ماجدى وبعد الحدثة بقاته بسيط كان في رد للفنان محمد محسن زوج الفنانة هيبا ماجدى فبدأ يحذر الفنان محمد محسن الجمهور من مطاعم ماك بعد اصابة زوجته وبنته بعد اصابتهم بالتسامهم بعد ما اكلوا منه ومحمد محسن كتب في بوسته لحسابه الرسمي في فيسبوك احذروا ماك هيبا مراتي ودهب بنتي جالهم تسامهم مبارح بسبب اكل ماك دونالدز وتقول الليل في المستشفى حبيت اقول لكم تحذروه تتجنبوه لان دي مش اول مرة اما عن الحالة الصحية لمراته وبنته فطمن الجمهور عليهم وقال هما الحمد لله بقوا كويسين دلوقتي والحمد لله على كل شيء والحقيقة ان موضوع المطاعم والاكل بره بقى وازمة كبيرة في الوقت الحالي فضلا عن كونه ازمة من قديم الازر عشان اكل البيت ملوش مسيل وانضف طبعا وطبعا مش بيتعوض ولكن خلينا برضو متفقين ان بعض الناس بيلجأوا للاكل من المطاعم الخارجية بسبب ظروف الشغل او اي ظروف اخرى او دي الوقت او اي او اي سوا من الاسباب الملحة بالاكل من خارج المنزل اكل الجاهز واللي ممكن تخليك بشكل اضطراري انك تاكل برة وكانت هيبا ماجدي كانت تكلمت عن دورها في مسلسل المداح الجزء التالت بطولة الفنان حماده هلال وقالت الفنانة هيبا ماجدي ان شخصية الرحاب اللي هي قدمتها في مسلسل المداح الجزء التالت اثرت عليها بشكل كبير وخليتها في حالة اكتئاب وقالت انها مكتئبة هو ما بتتكلمش طول الوقت وسكتها طول رمضان وبتتدايق بسرعة خاصة بعد الجزء الاخير وقصة ان ابنها بيتخطف منها قصريتي بتتفرج على الجزء التالت لكنهم بيخافوا وعاوزين يعرفوا ايه اللي هيحصل في الاخر وقالت ان هو صعب ان احنا نعمل جزء رابع بعد النجاح الكبير اللي حقوق الجزء التالي والتالت كما كتبت جريدة الاسبوع هيبا ماجدي تتصدر الترند بعد تعرضها للتسمم هي وابنتها ما القصة وكتبا تصدرت الفنان هيبا ماجدي محركات البحث جوجل عقب تعرضها للتسمم هي وابنتها دهب اصلا تناولوهما وقبة من احد المطعم الشهيرة وتكشف الاسبوع القصة الكاملة اللي هي تسمم هيبا ماجدي وابنتها خلال هذا التأرير فجاءت الفنان هيبا ماجدي جمعورها بصورة صادمة لها برفقة نجلتها هيبا نجلتها دهب من داخل المساشفة عبر خاصية استوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت هيبا ماجدي قائلة يا جماعة محدش يأكل من المطعم ده انا ودهب اكلنا مبارح منه واحنا لسه خارجيين من المساشفة الحمد لله على كل شيء ومن الحاجات برضو كاتبين على موضوع مسلسل من اللحزة ما احنا قلنا من اللح ثلاثة وبيعني قد بين يعني اخبار المسلسل وكده اللي انا قلتها لكم الوقتي من شوية فيا يا جماعة المفروض موضوع الاكل الخارجي خارج البيت ده ان احنا نقلل منه ان ما كانش ان احنا نمتنع عنه خالص لان زي ما شفنا فنانين وفنانات وموسلين ومشاهير بيروحوا طبعا المطاعم دي وفي اماكن الفرد النهية اماكن يعني يعني الزات مستوى اللي في التجمع واللي في مدينة نصر واللي هنا واللي هنا ولكن للأسف ممكن يكون المطاعم دي او بعض فروحة او كده ما بتتحراش الدقة في نظافة الاكل اللي بتقدمه للناس والنتيجة لكده زي ما حصل وشفت اللي الفنانة هبة مجدي وبنتها من انهم اكلوا من الاكل ده والاكل ده ما كانش نظيف للأسف واتعرضوا لحالة تسمم دي برغم ان الاكل ده يعني المفروض ان هو الاماكن دي بتقدم الاكل ده وببقى اسعاره مرتفعة جدا الى ما في ذلك دريبة القيم المضافة يعني اصدق لكم دي مش حاجة رخيصة ولكن للأسف في بعض الناس اللي ما عندهاش ضمير ما بتحت تتحراش الدقة في تنظيف الاكل او الله اعلم ايه مصدره بتبقى الحاجات دي الله اعلم الفراخ والحاجات اللي بيجوبها دي بتبقى يعني كويسة ولا مدبوحة ولا اي حاجة غير كده الله اعلم بيهم فزي ما شفنا اللي حصل للفنانة دي وغيره في ناس تانية بيحصل لها حاجات زي كده بس احنا طبعا ما بنسمعش عنها اي حاجة لانهم طبعا ممكن يكونوا ناس اصلا مش مشاهير واللي خلى الموضوع ده طبعا يعني يتصعد كده ان هبا مجد دي واحدة من الممثلات والناس تعتبر عرفاها فيعني نصيحة مني انسيحها شخصية ان انتوا تبعيدوا عن موضوع ماكدونالز وكنتاكي والحاجات دي لان فعلا يعني فعلا زي ما شفنا كده ممكن ان هو يحصل من ورامينهم مشاكل والحمد لله ان يعني في يعني احيانا بتحصل موضوع حاجة كده مثلا حالات مثلا تسمم او اي حاجات تانية وربنا بستورها والموضوع بيعدي من غير يعني ما يحصل مشكلة كبيرة وفي بعض الحالات الاخرى بتيجي نتيجة عدم نظافة الاكل اللي هو ما يقدم في المحلات دي او غيرها وبيحصل منه مشاكل قد لا يحمد عقباها ممكن تؤدي ليه اه يعني حاجة مزمنة والعياذ بالله او ممكن تؤدي للوفاة واللي عياذ بالله فنحاول على قد ما نقدر يا جماعة نبتعد عن موضوع الاكل السوقي الاكل اه بتاع الشارع ايا كان سواء كانت الاماكن دي مشهورة او مش مشهورة ادي نشوفنا الاشهر المطاعم اه زي ما حصل مع هيبة ماك دي اللي هو ماك دونالز اه 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 يعني اه ادي حصل منه اللي حصل يعني فا يعني اه بقرر تاني خلي بالكو ربنا يسطرها على قد ما تقدروا الليلو من اه الاعتماد او ان انتم يعني اه يعني يكونوا مسلا ايه في نسبة اه ناس اللي هي يعني طبعا المسترياحة طبعا ماليا ان طبعا الاكلات في المحلات دي بشيه وشويات ممكن الوجبة توصل لها مسلا على عدد مسلا في الاقصى من تلات اربعة طبفار ممكن تخشلها الالف جنيه يعني فا يعني اه 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 نرجوكو انتم يعني تحاولوا تقللوا لو حاجة نضيفة في البيت حتى ولو هي اه مش على نفس اه مستوى الاكل اللي برا بس تلا ما عونها في البيت بتبقى حاجة نضيفة وحاجة مضمونة ان احنا بنكلها واحنا ضمنين ان شاء الله ان هي مفيش اي حاجة غير اللي برا احنا ما احناش عارفين مين اللي عملوا مين اللي طهاء مين اللي عبقوا هل الناس دي اصلا يعني اه يعني نظيفة نظافة تؤهلها ان هي اه يعني تعمل اه سندوتشات وحاجات او اكل اللي هو العادي في المطعم اه يعني بقدر كافي من النظافة عشان حفاظا على حياة الناس اللي هي جايلهم وثقة فيهم ان هما اه يعني اه يعني حيتحروا الدقة وان هما المفروض ان هي ناس هندقى ضمير تنظف اه الاكل وتنظف ايديها وتنظف الحاجات اللي بتستعمل في عمال الاكل دوت عشان هرسا على حياة الناس اللي زي ما بقولنا وثقوا فيهم وغم عشان ياكلوا عندهم ولكن زي ما بقولنا بتبقى حاجات كده ايه بتبقى حاجات اه فلتة او ايه تبقى حاجات بيحصل كده وبيحصل مشكلة زي ما حصل للفنان هيبا مجد ربنا ايش فيها هي وبنتها وفي نهاية الفيديو بقول لكم يعني